هربوا من الموت تاركين أوطانهم بحثا عن ملاذ آمن قبل رحلة الحلم نحو أوروبا لتتلاشى أحلامهم بطريقة تراجدية في ليبيا التي يتخذها اللاجئون محطة للعبور إلى القارة العجوز يوم مأساوي على سكان مخيم تاجوراء شرقي العاصمة رابلس حيث سقط أكثر من 150 مهاجرا بين قتيل ومصاب جراء قصف جوي قالت حكومة الوفاق الوطني أن طيران خليفة حفتر يقف وراءه فبالرغم من التحذيرات الأممية من خطورة تعرض المهاجرين الموجودين في مراكز إيواء تاجوراء لخطر الموت جراء القتال المستمر منذ نحو شهرين إلا أن المحظورة قد وقع بالفعل إذ أن العديد من مراكز احتجاز المهاجرين تقع في مناطق المواجهة بين قوات حفتر وقوات حكومة الوفاق ويعد مخيم تاجوراء مركزا لاحتجاز المهاجرين المعتقلين إلى أجل غير مسمى دون مراجعة قضائية في أجواء تصفها منظمات حقوقية وأممية بأنها غير آدمية في أغلب الأحيان المهاجرون من إفريقيا وباقي الدول العربية يتخذون من ليبيا نقطة انطلاق لعبورهم إلى أوروبا عن طريق البحر إلا أن خفر السواحل الليبي المدعوم من الاتحاد الأوروبي يعترض طريق كثيرين منهم ويحتجز الآلاف في عدة مراكز من بينها مركز تاجوراء وتتحدث الأمم المتحدة عن وجود نحو ستة آلاف مهاجر وطالب لجوء محتجزين في ليبيا بينهم أكثر من ثلاثة آلاف شخص معرضين لخطر الإصابة جراء معارك طرابلس قصف مخيم تاجوراء سرعان ما أثار ردود فعل دولية حيث وصفت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا القصفة بالهجوم الغادر الذي يرقى إلى جريمة حرب فيما دعت مفاوضية الأمم المتحدة للاجئين إلى وضع حد فوري لإعادة المهاجرين الذين يحاولون عبور البحر المتوسط إلى ليبيا